حيث أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق مبادرة كتف في كتف من محافظة جنوب سيناء وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك حيث شهدت المحافظة وصول قطار الخير في اصطفاف كبير من متطوع التحالف والذين استقبلوا 11 قاطرة محملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تحتوي على 400 طن مواد غذائية وعدد 2000 بطنية لأهالي جنوب سيناء تأتي مبادرة كتف في كتف والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر